سلام عليكم زيكم يا حباب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد وسيدة جديدة فيديو النهاردة هيكون فيديو حلو جدا جدا انا متأكدة ان هو هيعجبكم فضلا منكم كده قبل ما نكمل الفيديو متنسوش دعمكم لي باللايك اللايك الحلو كده اللي بيحفزني وكمان كومنتاتكم الجميلة اللي بجابت بتساعدني وبتديني بهجة وفرحة وسرور فيديو النهاردة هيكون فيديو حلو جدا انا واسق ان هو هيعجبك بس يا رب كميل فيديو للاخر وعايزة لايكات كده بقى كتشجيع منكم لي واتمنى ليكم مشاهدة ممتعة ان شاء الله طب منون عليكم بقى كلكو عاملين ايه في ايام الدراسة كده دنيا معيكم فيها ايه كده عايزة كده كومنتاتكم اللي بتحفزني كمان في اول فيديو كده حاب اقول لكم يعني الناس الجديدة اللي معايا اللي لسه مشتركش في القناة بتاعتي التانية اللي هي من بيت رودي ياريت تروحوا بقى تشتركوا فيها انا بنزلكوا فيها كل يومياتي وده كان بطلبكو انتو اللي كنت عايزين الفيديوهات دي فالناس اللي لسه مشتركتش في القناة بتاعتي انا بدأت ان انا اشتغل عليها الايام دي فياريت بقى تروحوا هناك تدعموني كمان اسمها من بيت رودي هتلقوني حتى اللوغو بتاع القناة برضو بصورتي وان شاء الله يا رب القناة تعجبكم يبحثوا كده عملوا سرش على اليوتيوب واكتبوا من بيت رودي هتتلاقيها تلعت لكم ان شاء الله وبإذن الله بصوا بقى حبيب قلبي فيديو النهاردة هيكون فيديو حلو جدا كله كده حاجات راقية كله دكورات هادية كله حاجات كده بجد بسيطة وسمبل يلا بينا بقى لو لسه محطيش اللايك حط اللايك كميل فيديو ان شاء الله هيهجبك اول حاجة كده زي ما انت شايفين سيدة اللي معينا النهاردة هي سيدة مغربية تعالوا نشوف بقى الدكورات الجميلة اللي يعني كل حد كده بيكون يعني بيكون حاجة كويسة علينا هي كانت جايبة الطقم بتاع الصلاة جايبة كده المصحف وجايبة كمان سجادة صلاة وجايبة كمان الجهاز اللي هو بتاع التسبيح ده بس عجبني جدا جدا انت بتسبحي عليه يعني ولكن فكرة الاستراص اللي فيه بجد شكله شيء جدا طب احنا كلنا عارفين السيدات المغربيين يعني بيكون ليهم كده ديكورات حلوة وفي نفس الوقت كمان الشغل بتاعهم بيكون شغل حلوة جدا جدا من نسبة للديكورات بتاعتهم والحاجة بتاعتهم بصوا عايز اقول لكم يعني كل حاجة كده بتكون شكلها حلو مع الرواءان والهدوء هدوء العصاب ده لوحده بصوا عايز كده مكانة يعني بصوا بقى شايفين الشكل الجمالي يعني حقت كمان مبخرة معاه بجد الشكل ما شاء الله عليه حلو يلا بينا بقى نشوف الروتين بتاعها فيه الريسبشن بتاعها وهتشوف تنظف تنظفها هيكون عامل ازاي بصوا هي بتقول ان هي يعني من حين لاخر لازم لازم ان هي تاخد التنظيفة دي بحيث اني ما يكونش عندها اي حاجة مكركبة او الالوانات الفتحة اللي عندها ما تكونش اي يعني اتلم اتربة اي طبعا المكينة اللي انتو شفتوها دي احنا تعرفنا عليها كتير في فيديوهات كتيرة وخلاص يعني هي بقت اعتبر فيه ناس كتير قوي يكابوها كومنتات بتكتبولي تحت يا روضي احنا جبنا المكنسة دي او المكينة دي بتنستخدمها في حاجة كتير قوي واستخدماتها حلوة وفيه ناس كتير قوي يكتبولي على اسعارها ويكيمين اسماءها ولكن هي مختلفة وبتختلف طبعا من كل بلد لبلد تاني هنا بقى بتحط شوية من الديكورات باللون الجلد ولكن انا جايبا لكم برضو الديكورات كده دلوقتي هي هتحطها لي ريسبشان عندها النزدة كمان لدخول الشتاء خلاص كرسانا انتو طيبين قربنا نقش على الشتاء كده فهنشوف الديكورات برضو اللي هي هتحطها هتكون عبارة عن ايه بصوا بقى هي كانت جايبة طرد جديد او حاجات جديدة باللون الاسود في الجلد وكمان جايبا له الفرو اللي انتو شايفينه ده تحصى طبعا هي بتوريكم المشتريات اللي هي جايباها ولكن هي مش هتحطهم دلوقتي هتحطهم في الشتاء ولكن بتديكم فكرة عن الديكورات اللي بتحطها من نسبة للفوزة من نسبة للكتب الديكورية هتحط ايه وطبعا الشمعدان عايزة ولكن انا بعشة يا جماعة اللون الاسود قوي فيه ناس بتحب اللون الاسود ومش كتير يعني ولكن انا من عشاقه مش معنى كده نان كئيبة يعني ولا حاجة ولكن لا هو اللون الاسود بيجمع ما بين الهدوء كده بحس بيهدوء عصابه ولكن مش في كل الحاجات طبعا تعالوا بقى نشوف الاتنين الكنب الكبير هتحط برضو جنبه كده الفوزات وهتحط كسطرات عشان تحط عليها الشمعدان بالشكل اللي انتو شايفينه ده تعالوا بقى نشوف برضو ادي كده لون تاني هي حطت بالجولد ولكن هنا كانت حطة برضو باللون الاسود فيه الجولد علشان توريكوا الشكل الذكوري هيكون عامل ازاي وهيديها شكل جمالي عامل ازاي شايفين اللون الاسود يعني برضو الناس كتيرة ممكن تقول مش بحب الاسود ولكن يعني غيروا الفكرة دي ولكن لازم تضيفوا معاها الوان تكون جمالية وفي نفس الوقت تديكي شكله للمكان اللي انت قاعدة فيه كون شكله حلو انا عن نفسي في بيتي هنا ايجي علي فترة ومازال لسه الوقت يعني عاملة في بيتي الحيطة اللي هي باللون الاسود من قطر حب يعني في اللون الاسود انا عاملها في اللون اسود فيه جري او فيه سيلفر بس بصراحة يعني لو جدران اقول لكم لا مش حلو مش حلو بقى ايه كشكل لا مش بتكلم كشكل بصوا بيدوكوا طاقة سلبية ما بديوكوش طاقة الجباية بصوا هنا انا جبتلكوا حاجة بسيطة لي تحضرها لي حاجات بسيطة قوي من العيد يعني لما بيكون جاي لها ناس فيه الاعياد ده بيكون طريقة ترتبها او بيكون طريقة شغلها في بيتها عايز اقول لكم كمان اكتبوا لي تحت في الكومنتات انتو بيكون في بيوتكو عاملين كده او النظام ده بيكون في انهي دولة او في انهي مكان يعني لو انت مثلا من العراق من المغرب طبعا هي سيدة لمعانا مغربية اه لو مثلا من الكويت من فلسطين من اي مكان مش عايزة انفع اي حد من السعودية اه اي مكان من العراق كده اكتبوا لي هل انتو عندوكو التقوص عندوكو بيكون بالشكل ده كمان ولا ايه تعالوا نشوف بقى طريقة تنظيمها وترتيبها لالترابيزة لما بيكون جاي لها ضيوف كده وكمان بتكون هي حباهم جدا على قلبها كده يعني بيكون في حب كده جامد فلازم تحطو لهم حاجات من الزكور اه تبين الحب بتاعها ولكن اه كمان اه ضفت اللون الاحمر في الزهور على الترابيزة بيجد ديتها لمسة جملية حلوة جدا جدا انا شخصيا يعني بعشق الجودة يعني الجودة اللي هو الهادي دوت اللي هو فيه الجلد والاحمر برضو بيكون شكله شيء جدا اكيد كل حاجة بتتكلم عن نفسها تعالوا بينا بقى نشوف دي كرات المطبخ ونشوف تنظيمها وترتيبها للمطبخ برضو سيمبل وهادي وجميل وراق وما فيش فيه افور كانت طبعا جايبة لطاقم السككين دوت وطبعا احنا لطاقم السككين ده تعرفنا عليه جدا في حاجات كتيرة هو طاقم كامل هو طاقم حلل يعني بيء السككين بتاعته هتبتدي ان هي تحطها كده وكمان هتشوفوا بقية الحاجة للدرج طبعا زي ما تركوا هو بيكون طاقم كامل بقى من السككين معالق بتاع ده الله ما صلى عنه بي بارك فيه بلانشة معالق طاقم توزيع بتاع ده اللي هي بتاع تلتوم كل حاجة زي ما انتوا شايفين هو بيبقى طاقم كامل فيه كل حاجة للمطبخ طب ليه لانه هو اصلا مفور ان هو طاقم حلل فجاي معاك كل الادوات بتاعته اللي هي هتستخدمها ليه الحلل ده كده شكل البلانشة البلانشة بسيطة يعني اللي هي اصلا مفروض ان هي لما بتكون مطلعة الحلة بتحطها عليها تعاني شوف بقى البلانشات اللي هي كانت بتستخدمها عم يتلاقي عادة تدوير وعم يتلاقي شكل كده جمالي وحطتها فيه على الرخامة عشان تدي شكل جمالي وشكل حالو يدي كده نوع من الاناقة وشكل الشيكة كده تعالوا بقى نشوف ترتيبها وتنظيمها لغرفة النوم هادي جدا سيمبل دي حاجات برضو كان لحاف جايباها جديد ولكن هي بتقول كانت حابة تحط فيه اللون الروز او البرينج او الوردي بالشكل الحلو اللي انتو شايفينه ده وبما ان هي حطت كده فكان لازم لازم تحط كمان على الكمود دي كور برضو فيه من نفس اللون الروز عشان يكون الشكل الجمالي شكله حلو تعالوا نشوف بقى البفة حطت عليه ايه هنا طبعا كانت جايباله بوكي كده ورد او ظهور باللون الاحمر بما ان زي ما قلت لكم هي يعني النهاردة بتجمع بين الظهور الاحمر والبنج او هنقول يعني بتجمع في الحب يعني كل حاجة بتجيبها كده علشان يعني اجواء البيت تبقى كلها حب هنا تحطتك كده على البفة وده في غرفة النوم تعالوا بقى نشوف كمان في غرفة بنتتها حطت لها نفس بوكي الظهور او بوكي الورد ده حاجة ان يكون في زوق كده في الحاجة تقدر اني كنت تتغيري حاجات بلمسات جمالية هنقول مثلا زي الشمعدان زي مثلا شكل البرفون مثلا لما تجيبي ازازة برفون كده تخلي ليها شكل حلوة او تكون ازازة عندك فضية وتمليها من نفس البرفون اللي انتي بتحبيه فده بيكون حاجة كويسة وبديكي لمسة جمالية حلوة تعالوا بقى نشوف التويلت اللي هو بتاع الغرف المفروض او بتاع مفروض هو غرفة النوم شايفين التنظيم فيه بجد شكله حلو هو يعني كشكل تويلت اصلا بجد شكله خطير خرافة بصراحة تعالوا نشوف بقى اخر حاجة اللي هي المفروض غرفة الغسيل هتحطت الجرات وحطت فيها المشابك وهتبتدين تحط حبيبات الدوني ناس كتيرة برضو ممكن كلمتي في الكلام ده كتير قوي قوي بس ناس جديدة لسه معايا فبتسألني ليه الغرض من اين هي تحط فيه جرات او في برطبانات المشابك او الدوني او اي حاجة هي بتحطها هوا بصور فكرة هنا بس اللي هي فكرة التنظيم مش بيحبوا يحطوا الحاجة على وضعها لا لازم يكون عندهم شكل كده عايز اقول لكم الفوزة دي شكلها خطير انا على فكرة هونزلت يعني موجودة دلوقت فيه الاسواق الفوزة اللي هي تحس ان هي عاملة زي خليط النحل كده وفي داخل فيها الجلد بس فالفكرة في كده يعني ان هما بيحطوا الحاجات دي ان هو يكون يديها شكل جمالي اكتر يعني اخر حاجة هنا بقى عندها في الطرقة حطت كونسول وهتبتدي تحط بقى الديكور برضو اللي هو داخل فيه اللون الاسود زي ما قلتلكم زي ما قلتلكم هي الديكورات دي جديدة وهي حبة اللون الاسود او تحط الجلد مع الاسود كي يديها لمسة جمالية شكلها شيك زي ما انتم شايفينه وده تحضير تاني للصفرة باللون الاسود وهي بالاشكال اللي الجد بتكون ممتعة يا ربي يا ربي يكون الفيديو عجبكو يكون السيدة اللي كانت معانا النهاردة تكون عجبتكو ولو بقى افكار بسيطة او بحاجات بسيطة تكون اخدتو اي فكرة عجبتك في الفيديو افتكريني كده بالخير يا ربي يكون الفيديو عجبكو واشوفكو الفيديو الجاي واسبكو فرعية الله وحفظه ويه مع السلامة اشتركوا في القناة